أهلا أهلا مقطع اليوم بيكون عن الأدوات اللي أنا فعليا ما أستغني عنها بالرسمات اللي بتكون احترافية فأول شي معانا اللي هي أقلام رصاص من شركة دراوينت مرة حينوى الدرجات مجموعة أخدتها فيها الدرجات الفاتح والغامق الـ H هي فاتح والـ B هي الغامق ثاني شي معانا أقلام فحم اللي من جينيرالز أستخدمها وفعليا مجموعة هذه ما ندمت إن اشتريتها وأساسية برسمات الفحم لازم أستخدمها تجي درجات H و B وفيها الـ Hard وفيها الـ Medium وأنواع زي كذا طيب آخر شي بالأقلام يعني القلم الميكانيك اللي هو رصاص أستخدم فيه أقلام رصاص تعبئة فتيجي عليها مقاسات زي 05 والأشياء هذي عندي نوعين وهي الأنواع صراحة حسيت أنها ما تختلف فعليا وإش كمان نجي الأدوات الدمج أدوات الدمج عندي المدعكة تجي مقاسات لما تشترونها ويطلع معها ورق السنفرة أو أحيانا تشترون الوحدة وتجي مقاسات مختلفة طيب ولكن الوحدة يعني لها استخدامها على المساحات والأشياء هذي ثاني شي عندي الفرش عندي أول نوعين هي فرش مكياج وأنا استخدمها بالدمج بالفحم والرصاص وآخر واحدة عندي حقة أكريلك وبرضو أستخدمها بالدمج وكل بوها تعطي نتيجة مرة حرفيا بطلة ثالث شي بيكون عندي ورق السنفرة نستخدمها لها أكثر من شغلة بالاستخدام أول شي إنه استخدامها الأساسي تنظيف المدعكة طيب حيث لو أنكم تنطفونها من الفحم أو الرصاص بهذا الشكل تبردونها لها ثاني شي لو أنتم حابين تطلعون بودرة فحم أو بودرة رصاص بهذا الطريق تجيبون القلم وتبردون عليها فهي تطلع لكم بودرة تقدرون أنتم تستخدمونها بالتضليل لما ما يكون عندكم توفر بودرة طيب آخر شي بيكون عندي اللي هي مساحة المساحات اللي أنا أستخدمها فعندي مساحة مونو زيرو للتفاصيل وفعليا ما أستغني عنها وكثير دائما تسمعني بمقاطع عمدح فيها المساحة الثانية صراحة حاستها مرة عيدية يعني هي مفوضة أنها نفس نتيجة مونو زيرو بس إنها مذاك الشي وآخر مساحة المساحات العيدية فلازم تكون موجودة عندي عشان لو أستخدمها البريات أستخدم البريات العيدية اللي نستخدمها من أيام مدراسة ونتيجتها بالبري صراحة مرة بطلة ومرة أحبها ومرة أفضلها آخر شي عندي الكرسات الكرسات لو رسماتي احترافية تكون كرسات في براينو وعندي مجموعة مرة كبيرة منها من مقاسات صغيرة وكبيرة وزنها 220 فأنا فعليا والرسمات الاحترافية ما أستغني عنها هذه نتيجة استخدامها هذه بالفحم والرسمة اللي بعدها بتكون بالرصاص وهي طريقة رسمي فيها بالرصاص راح الورق مرة حرفيا بطل مرة يستحمل طبقات وأشياء حلوية فعليا أنا مرة أفضل بالرسماتي تكون احترافية ثاني الشي اللي هي السكتشات العيدية لما أنا أجي أرسم هذا السكتش أخدته متوفر بأغلب الأماكن فهذه نتيجة الرسمة عليها الورق مو احترافي عادي ولون الورق برضو بيش فأفضله بالرسكتشات اللي تكون مرة عيدية وما تحتاج يعني أنها تكون احترافية فأفضل للأوراق اللي تكون مرة عيدية وبسعر مناسب آخر شي بيكون عندي اللي هو البخاخ اللي يثبت لي الرسمات هو هذا اللي نستخدمه البخاخ يثبت الفحم ويثبت الألوان الخشبية يثبت الرصاص ففعليا الناس اللي تحب تستخدم ألوان وتخاف أنها تحوس مرة بيش في يدكم آخر شي أدوات الإضاءة إيش بتكون معنا؟ أستخدم أكريليك مع فرشة مقاسها صغير للإضاءات لما أحتاج أحط إضاءة بالرصاص أو الفحم ولو غيره بيكون أستخدم هاي لايتر بين قلم إضاءة أو جيلي رول شايروا المقطع لأي أحد أحبين يستفيد من الأدوات اللي أستخدمها ولذات تحرموني من اللايك الحلو إلى اللقاء